سبع عجاف مرت على مدينة الموصل منذ سيطرة تنظيم داعش عليها وما تبع ذلك من سيطرة الميليشيات بعد استعادتها وما مر على أهلها العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون كان الأمر يدعو للريبة والشك حين انسحبت فرقتان عسكريتان تابعتان للجيش قوامهما نحو 25 ألف جندي وأكثر من 30 ألف عنصر من الشرطة أمام بضع مئات من تنظيم داعش لتطويل جان التحقيق القضية دون تقديم نور المالكي رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة إلى القضاء بعد أن أعطأ ومره بالانسحاب من المدينة دون قتال عجز السلطة القضائية عن محاسبة المجرمين المقصرين في قضية الموصل ترك هؤلاء العابثين بمقدرات البلاد يتمادون في جرائمهم بل ويسنون القوانين التي تشرعن لانتهاكاتهم كما حصل في قانون ميليشيات الحشد الذي أسس لقوة وسلطة تضاهي المؤسسات العسكرية في محاكاة واضحة للحرس الثوري الإيراني كان من أبرز مهام تلك الميليشيات ارتكام ما اعتبر جرائم حرب ضد المدنيين وفقاً لمنظمة هيومان رايتس ووتش خلال العمليات العسكرية في نينوا والأنبار وصلاح الدين وديالا وحزام بغداد أهالي الموصل يؤكدون أن مدينتهم لا تزال مدمرة منذ انتهاء العمليات العسكرية وأن إعادة الإعمار فيها تخضع لشروط تعجزية وإجراءات معقدة تتعلق باستغلال وتلاعب جهات سياسية وميليشيوية بملكيتها ويعاني أهل المدينة أوضاعاً اقتصادية صعبة في ظل تغول الميليشيات الموالية لإيران وانتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتفشي الفساد المالي وعمليات الابتزاز التي تفرضها المكاتب الاقتصادية للميليشيات ويبدو أن تسليم مدينة الموصل في عام 2014 كان مقدمة لتصدر الميليشيات وسيطرتها على زمام الأمور في العراق حتى نسجت الميليشيات شبكتها في جميع المؤسسات في العراق وأصبحت دولة داخل دولة لها قواعدها وأسلحتها وتمويلها وقيادتها بحسب صحيفة لوريون لوجور الفرنسية التي رأت أن الإفراج عن قاسم مصلح يظهر ضعف الحكومة بمحاكمة المتسببين في عشرات عمليات الاغتيالات والمئات من عمليات الخطف ضد الناشطين فيما قال الصحيفة واشنطن بوست أن اليد العليا في البلاد للميليشيات الموالية لإيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر